هم هادن قرضتوا لي اصلا يعني نجيب اربعى كيلو بصل بم٠يчесين جنيه البصل بس انا بقى مش بتكلم عن الخروج والفسح واللبس والحاجات الحلوه اللي المفروض ان احنا نعيشها برضه على فكرةس احنا لو عارفين يعيش لو عارفين نلبس اللي عارفين نأكل اللي عارفين نشرب اللي عارفين نتجوز اللي عارفين نتخلف احنا عايشين في بلد مش عارفين نأكل ونشرب فيها وما فيش حد بيقول حلول احنا عايشين في بلد مش عارفين نأكل ونشرب فيها جملة قالتها بنت مصرية بتشتكي من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني في مصر خلال الفترة اللي فاتت وقالت ان الوضع من السيء للأسوأ وانها ما بتتكلمش عن الخروجات والفصح والحاجات اللي مش عارفين نجيبها رغم انها برضو من حقنا لا دي الاساسيات الاكل والشرب واللبس وتكلمت تحديدا عن اسعار البصل وقالت يعني ايه اجيب 4 كيلو بصل ب120 جنيه البصل يا عزيزي اللي من كتر رخصه اللي استخفاف بي اتمرمت في الامثال الشعبية وتقال عنه اصوم اصوم وافطر على بصلة ده ما يسواش اشرط بصلة بصلة المحب خروف وده لان البصل كان سعره رخيس جدا ومتوفر فكان بيتم الاستخفاف بيه بشكل كبير دلوقتي البصل قاله يوم وبقاله سعر بس للأسف السعر ده قصم ظهر ناس كتير ناس دخلها يدوب يمشيها اسبوع ولا اتنين تخيل ان كل البصل دلوقتي وصل ل30 و35 جنيه لدرجة ان بقى بينقاس بالعيار زي الدهب اسعار البصل اليوم عيار 24 ب30 جنيه عيار 21 ب25 جنيه عيار 18 عيار 20 جنيه بس طبعا عيار 18 دي بالله ما يتاكل مش يتاكل ولا ينشايف البصل هذا كده ومبوع باجا والدنيا ضايزة ومع ارتفاع ازمة البصل وغلايان الشارع المصري قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة دع المواطنين الى استهلاك معلبة صلصة التماطم وبدرة البصل بدل الخضروات الطازة بسبب ارتفاع الاسعار وده خلى ناس كتير تانية خرجت عن صمتها لان ده ما ينفعش حل للازمة لاستغناء عنهم مفيش اكلة ما بيدخلش فيها بصل او طماطم صنية البطط استنفع من غير بصل الكشري ينفع من غير بصل ده حتى الفراخ عايز البصل والبصل البودر لا يمكن يغني عن البصل الطبيعي عنها يا سيدي ونزل التعليقات والكوميكس زي الرز اللي يقولك اللي يعوزوا البيت يحرى مع الجامع وقفوا تصدير البصل واللي كتب خدوا المناصب والمكاسب لكن خلوا لي البصل واللي كتب تخيل البصل ده اول مرة ينزل على الارض نزل في مصر بعد طلب بني اسرائيل من ربنا ودلوقت المصريين بيش لقينه واللي هذر وقال كل ما تحس انك مخدتش فرصتك في الحياة افتكر ان البصل جاله يوم وبقاله سعر واللي كتب انخفاض سعر البطاطس وارتفاع سعر البصل والطماطم وبعدين بقى افصانية البطاطس اللي مش عايزة تكمل دي واللي كتبت اللي يقولك صباح الورد ما تردش عليه صباح البصل ما فيش احلى منه الغريب في القصة بجد ان مصر بلد بتزرع البصل وعندها فائد منها مدير معهد بحوص المحاصيل الاستاذ علاء خليل من فترة قال في مدخلة تلفزيونية ان سعر البصل ارتفع من 3 جنيه لـ 25 جنيه رغم وجود فائد من انتاجه والسبب في الزيادة هو نقص المعروض في الاسواق وده خل الحكومة تطلع بقرار مهم لحل الازمة وهو وقف تصدير البصل مجلس الوزراء برئيسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على ايقاف تصدير البصل لمدة 3 شهور تنتهي اخر سنة 2023 بهدف ضبط الاسعار في الاسواق بعد ارتفاع اسعاره بطريقة جنونية بنسبة بلغة 434% خلال شهر اغسطس الماضي حسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء القرار ده خل الناس تطلب بوقف تصدير الطماطم وكل المنتجات اللي بتدخل فيها زي الكاتشاب والسلسة المجففة لوقف الارتفاع الجنوني للطماطم هي كمان بعد ما سعرها وصل لـ 25 جنيه للكيلو وده يخلينا نعرف ان مش البصل بس اللي محتاج ضبط اسعار معظم السلع محتاجة تدخل الحكومة التجارة عندهم جشع وما فيش ركابة لان النهار ده وبعد يوم من القرار لسه اسعار البصل بتتروح ما بين 20 و 25 جنيه وما حصلش تغيير كبير في الاسعار والسبب ان القرار ما تطبقش اصلا ومصلحة الجمارك خرجت ببيان اعلنت فيه تأجيل العمل بقرار وقف تصدير البصل السؤال هنا يا ترى هنشوف البصل ابو 3 جنيه مرة تانية ولا قرار الجمارك اللي صدر النهاردة هيخلينا نظر في نفس الساقية ويبقى الوضع على ما هو عليه اللي معه يشتري واللي معهش ما يلزموش شاركونا برأيكم في التعليقات